موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل سنة وانتوا طيبين علشان خلاص احنا النهاردة بكرة بإذن الله هيكون النصف من شعبان كل سنة وانتوا طيبين يعد علينا وعليكم الأيام بخير ان شاء الله النهاردة مع معادة إلماس على قناتكم Let's Learn هنشرح بإذن الله Listen for من مادة إلماس من كتاب المعاصر هو درس ساهل جدا 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 يلا بينا Let's Go علشان grade 4 ما نضيعش وقتكو في الكلام يلا بينا grade 4 عندنا الدرس بيتكلم عن Like, denominator and numerator إيه ده? Like يعني يحب؟ لا Like هنا معناها يشبه The numerator اللي بيكون like متشابه والنمراتور اللي بيكون like متشابه تعالوا بينا نشوف اللي أول حاجة أنا هعمل compare مقارنة ما بين like the numerator أو ما بين the numerator اللي من تحت اللي بيكون like يعني متشابه أو are similar أوكي؟ هنا عملنا عندي بار من التشوكليت عملنا له divided to 5 2 5 عملنا له divided by 5 يعني السمنال 5 عندي بنوتة اسمها سارة أخدت 2 أخدت 2 5 أخدت 2 من 5 عندي بنوتة تانية اسمها ليلى ليلى با بتحب التشوكليت جدا زي grade 4 أخدت 4 one two three four parts ليلى أخدت four fiveces أما سارة أخدت two fiveces من هنا أخد الأكتر أكيد اللي أخد الأكتر هي ليلى طب حاجة بسيطة جدا اللي دايما لما يكون denominator يعني اللي من تحت are similar أو are like أنا بعمل compare عادية جدا بقول إن التو دي أليلة والفور دي كبيرة فبقول four more than two يبقى four fiveces more than two fiveces كده ال compare يبقى أول حاجة أركز فيها لما يكون عندي denominator are like أنا بعمل compare ما بين الأرقام اللي أنا عارفها بالضبط طب تعالوا ناخد أمثلة هنا نضارة solution بس بتاع كتاب المعاصر علشان الناس تركز معنا أنا عندي نفس أو the same of rectangle عملنا له divided السمناتو كم تعالوا نشوف one two three four five يبقى أنا عندي M في الديمريتور five طب النحية الثانية تعالوا نشوف one two three four five كمان five هنا أخذنا two يبقى أخذنا two fiveces هنا أخذنا one two three هنا أخذنا three fiveces طب أوكي أول نشوف الديمريتور are equal yes are like هو متشابه يبقى نعمل ايه نعمل كمبير عادي جدا two less than three two less than three دايما العلامة أو دايما greater than بتفتح بقها على greatest على الكبير دايما العلامة أو greater than بتفتح بقها على الكبير أما لما بقى أقرأ بقرأ two fiveces less than three fiveces طب تعالوا نأخذ واحدة تاني another example هنعد نشوف عملنا divided بقى كم أول حاجة يلا بينا one two three four five six seven eight نفس الحكاية one two three four five six seven eight أوكي one two three four five يبقى أنا هنا أخذت five eight طب هنا لا ده أنا هنا أخذت four eight فقط طب أوكي الدينمراتور are like yes يبقى عندي five more than four تعالوا نشوف اللي بعدها تعالوا ناخد واحدة تانية بيقول لي هنا ايه تعالوا نخش بقى على like numerator ركزوا بقى like numerator يعني ايه numerator يعني numbers اللي بيكون من فوق نفس الحكاية هنا عملنا divided by cam هنا أسمنا على one two three four five six seven eight أسمنا على eight وأخذنا cam وأخذنا two أما هنا لا ده احنا هنا أسمنا على أقل one two three four five أسمنا على five بس برضو أخذنا two قال لي يا grade four لما يكون عندك النوميراتور are like ركزوا اللي من فوق are like شقلب يعني شقلب يا مس يعني ال eight تبقى less than five ال eight less than five شفتوه أنا أخذت جزء صغير هنا من البتزا أما هنا يمي يمي أنا أخذت جمية كبيرة أو amount بتاعي من البتزا أو parts بتاعت من البتزا كانت بجد كبيرة أما هنا لما أنا عملت divided by eight eights أنا هنا التوب توعي كانوا إيه كانوا قليلين أما لما أنا عملت divided by five five أو five التوب توعي كانوا إيه كانوا large كانوا كبار فلما يكون عندي النومريتور اللي من فوق اللي من فوق يكون إيه يكون r like أنا هنا بشقلب الأرقام الكبير عندي يبقى صغير والصغير يبقى الكبير طب تعالوا نفهم أكتر هنا أنا عملت إيه هنا عملت divided by two بس أخذت one half هنا عملت divided by three بس أخذت one نومريتور r equal one هنا نعمل إيه نشأل التو هتبقى more than three يبقى half more than a third طب تعالوا كمان بنا تعالوا نشوف هنا عملت divided by one two three four five هنا عملت ايه one two three four five six seven عملت seven هنا أخذت two بس هنا أخذت كام أخذت two النومريتور r like بس النومريتور different الدومريتور عندي مختلف أشألب الدومريتور عندي مختلف أشألب seven هتبقى أقل بقى من five seven أو two sevens هتبقى less than two fifths two fifths وهكذا يلا بنا بقى نشوف sheet أو exercise بتاع كتاب المعاصر جايب لي ايه بيقول compare right and right هنا البيش d بيش 13 في كتاب exercise في كتاب المعاصر بيقول لي خلاص أنا بس ايه بطل بقى كده بايه بعناي الحلوين دولة grade four أنا عندي three و three من فوق يبقى النومرياتور are equal عامل ايه اشأل ال eight تبقى less than seven يبقى three sevens more than three aces seven nine one nine لأ هنا خلاص الدنومرياتور are equal أو are like اللي من تحته هو بقى ايه اللي متشابه يبقى كأني الارقام بتحتي زي ما نعرفها seven more than one هنا بقى النومرياتور هو اللي من فوق متشابه اعمل ايه اشأل ال seven هتبقى more than eleven the two في النومرياتور هو are equal يبقى five وال nine اشأل ال nine كبيرة لأ ال five عندي هنا اللي more than اتوقيت من تحت دنومرياتور خلاص على طول الان اخد seven more than five هنا الدنومرياتور اللي من تحت are equal يبقى انا برضو نفس الحكاية ماشي مع الكبير الدنومرياتور متشابه ماشي مع الكبير بقى هنا بقى اي fraction اي one او اي number whole more than دائما more than اي بروبر fraction بروبر fraction واي بروبر fraction يعني لما يكون النومرياتور لما النومرياتور لما يكون النومرياتور لذان الدنومرياتور دائما الwhole number more than البربر هنا النومرياتور لذان الدنومرياتور وبعندي الwhole number هو الكبير تعالوا بقى نشوف مثال تاني طب تعالوا بقى نشوف نوع تاني من انواع الاسئلة بيقول order يعني رتب fraction بس ايه ascending order يعني ascending order يعني من الصغير للكبير يا مس من smallest انا واقف هنا بقى تعالوا نرسم ايه حد كده امر وبيضحك واقف هنا على السلم من تحت عند smallest وانا ايه طالع بالفوق باخد الكبير باخد ايه باخد greatest ده فين ده ده في الاسئلة طب تعالوا نعمل الاول بتاعة الكتاب دي لا تعالوا نعمل دي الاول number c وبعد كده نرجع نعمل number f number c بتقول كلهم ايه grade four كلهم يا مس ال ايه متشابهين are equal and numerator يبقى امشي يا مس على اللي انا اعرف النمبرز الكبيرة هي النمبرز الكبيرة طب يلا بينا grade four انا عايزة من هنا عايزة من اصغر واحد ايوة بالضبط number one اس طب من بعدي two اس طب من بعدي three اس وبعد كده ما عندي ش four بس عندي five وبعد كده عندي six عندي seven five six واخر واحدة عندي ال ايه نقول تاني نقول تاني grade four انا عندي denominator are equal ارتب او اعمل order زي الارقام اللي انا اعرف ها ال one هو the smallest ال eight the greatest اوكي grade four امشي معاه طب يلا بينا نشوف هنا هنا عندي النمبرز هو equal او هو like اوكي اعمل ايه اش اقلب اللي نعرف اقلب اللي نعرف انا عارف ان five لزن eight لأ لما يكون النمبرز اقل متشابه like sorry يكون eight او الرقم او fraction اللي في eight لزن النمبر او fraction اللي في five طب تعالوا بينا نشوف من هو ال smallest هنا اكيد ال smallest هنا هيكون اكبر رقم من تحت طب اكبر رقم من تحت هو مين ال 12 يقب three twelve is the smallest three twelve is the smallest وبعد كده اكيد الرقم اللي اقل شوية صغيرة من ال eight اللي هو مين ال eight بعد كده six number three بعد كده three five واخر واحدة three 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 او عبارة عن one طب اه number six برضو في كتاب المعاصر بتقول اعمل order او رتب descending descending يعني من greatest ل smallest من greatest لل smallest انت بقى نازل من على السلم كده انت واقف فن واقف فوق وهو بد اتحك لا رسمته او حجدي ده كان جميل ده اللي هو من ascending descending بقى تلغبط معنا شوية هنا في greatest انت فوق ونازل عند smallest او كي great four طب يلا نشوف ناخد الاول النمريتور النمريتور are like مين هنا the greatest الكبير great four برافو عليكم الفايف يبا هي الاولى number one وبعد كده الفور يامس number two وبعد كده the three يامس number three واخر واحدة عندي one seven six one seven يلا ناخد واحدة يكون عندي اللي النمريتور يلا ناخد number five بندور على greatest لما النمريتور يكون من فوق are like يبقى نشأ لب يبقى هنا انا بدور اكبر رقم هو اصغر رقم من تحت اصغر رقم من تحت هو five اللي هي five over five اللي هي equal one يبقى d number one اللي هي greatest عشان انا بعمل descending من الكبير للصغير بعد كده اكيد بعد five عند six وبادي number two وبعد كده بعد six seven five seven بعد كده five nine واخر واحدة عندي او اصغر واحدة عندي اللي هي five elefans five elefans five elefans اوكي جريت فور يلا بقى نخش على lesson five lesson five عندي بيقولني الايكويفلانت الايكويفلانت فراكشن يعني الكسور المتكافأة او يعني الايكويفلانت يعني الفراكشن المتساوية عندي طب هي سهلة جدا وبسيطة جدا تعالوا ناخد الفكرة دي وبعد كده نشوف هنعمل ايه هنا عندي بيقوللي الولد اللي اسمه باسم شرب او اخد جوس بتاعه half نص الكوباية بتاحت half من الكوب او من الجلاس بتاعه عندي مينة لا مينة اخدهم على two forces اخدهم على جزئين اخد half بس اخد على two forces اخد شرب على مرتين اوكي great four طب هل هم ايش نفس الكمية yes it's equivalent هم متساويين great four انا هنا بس اخدتهم مرة واحدة وهنا اخدت على two اخدتهم معنا مرتين طب اوكي جيمة اوكي مس احنا كده عرفنا من الشكل او من الرسمة ان forces طب ممكن مثال تانية مس ياس طبعا اكيد حبايب great four اللي هنا لما انا اجيب بيتزا واعمل لها divided by two اقسمها على two ونفس البيتزا ممكن اعمل لها divided by ten يا هتبقى صغيرة جدا اللي slice بتاعتي شح صح انت كده فاهم طب يلا بينا لو انا اخدت الجزء ده كله يبا انا اخدت ايه انا اخدت الحاف طب ولو انا اخدت الجزء ده كله بس الجزء ده معلو ده slice بتاعته عبارة عن ايه one fifths slice الوحدة عبارة عن one fifths انا اخدت كم بقى انا اخدت one two three four five ايه five ten اخدت five ten هو هو اله هو هو اله بس هنا معمول ايه معمول divided اكتر او متقسم عندي اكتر او الفريكشن عندي هنا اكتر في العدد اقل في القيمة او اقل في الكمية بس نفس لما اجمحهم كلهم على بعض بيدوني نفس اله او نفس الجزء طب اللي مافهمش دي يفهم معنا دي لو عندي التريانجل ده عملتله divided by four قسمته على four خدت منه three باسمه three forces نفس التريانجل عملتله divided by one two three four five six seven eight واخدت كم من ال eight اخدت six فبقى اسمه six aces هل هم are equivalent yes هم نفس الشكل ونفس الكمية اللي انا اخدتها بس هنا three forces هنا six aces طب نفس اخر مثال اعملت الرектانج قسمته على one two three four five اخدت منهم four اخدت على ten اخدت eight مش هم هم بصو نفس الكمية ولا لا اه اه نفس ها بس هنا triangle اللي انا اخدته كبير هنا بس ايه متقسم على two اوكي زي ايه مسلا لما يكون عندك bound ورقة ورقة او فلوس بتن bound بعشرة جنان خلاص وانت بقى ايه رحت عمل لها فككها او فكتها five و five هنا اسمك معاك ورقة واحدة هنا اسمك معاك ايه ورقتين طب ممكن نضرب مثالتين لو انا عندي مثلا one hundred انا عندي ورقة فلوس ب one hundred bound اوكي ممكن واحد يعمل لها ايه ممكن واحد يبقى يفكها fifty و fifty اوكي عنده كم ورقة عنده two ممكن واحد تاني يعمل ايه لا ده واحد بيحب يكون معاه يحس كده ان الفلوس معاه كتير فيفك fifty دي ايه twenty twenty و twenty و twenty و twenty و twenty يبقى معاكم five وهنا معاكم two وهنا معاكم one بس بس في كلتا الحالتين هما are equal هما are equal one hundred bound في كلتا الثلاث حالات هما are equal هنا one hundred بورقة هنا two fifty و fifty و و و رقتين هنا one two three four five five و و رقة او five بس من قيمة كم twenty بس في الاخر ده كله كم ده كله one hundred با او كي نفس الحكاية انا هنا عندي four four five وهنا عندي eight tenses بس في الاخر are equivalent طب miss انا مش عايزة فهمها بالرسمة او خلاص عرفتها بالرسمة ممكن تجيلي في الامتحان من غير رسمة طبعا اكيد طب يا miss هجيبها ازاي خلاص تعانوا اتفق نجيبها ازاي من غير رسمة انا لو كان عندي نضل كده في الحاجات اللي عندي two دي خلتها ازاي four equal four خلاص اللي تعملو تحت اعملو four one times two equal two تعالوا نشوف حاجة تاني التو دي خلتها ازاي ten عملت لها times مع five two times five equal ten one times five equal five تعالوا كمان الفور دي عملت لها ايه خلتها eight عملت لها times two four times two equal eight نفس اللي عملو فوق اعملو تحت three times two equal six تعالوا هنا نقلب نجيب اللي فوق المراتي علشان الناس ما تزعلش الفور خلتها ازاي eight عملت لها times مع two four times two equal eight طب وال ten اعملو لها برضو times مع two five قصدي اعملو لها times مع two five times two ten وهكذا سهلة الدنيا طب تعالوا ناخد امثلة اكتر اهو في كتاب المعاصر بيقول هنا جايب للرسمة تعالوا نحلها بالرسمة ونحلها ان نحنا نعمل زي ما بنعمل فوق نعمل تحت يلا بينا هنا بيقول انا عملت divided by four واخدت three اسمها three forces هنا عملت divided by cam one two three four five six seven eight واخدت كام واخدت one two three four five six واخدت six قال لي نفس الكمية اللي اخدتها هنا are equivalent مساوية اللي اخدتها هنا طب اجيبها ازاي من غير رسمة three بقيت ازاي two عملت لها times مع two three بقيت ازاي six عملت لها times مع two three times two equal six خلاص يا جماعة اللي اعمله فوق اعمله تحت four times a four times two يديني eight طب كمان واحدة هنا عملت divided by three واخدت one اسم one third هنا عملت divided by twelve بس اخدت كام اخدت one two three four equivalent للone اللي كانت في three بصوا دي هي نفس الكمية دي بالضبط بالضبط واللي تبقى ده هو نفس اللي تبقى هنا طب يلا بنامس مش عايز اعرف ها من الرسمة اعرف ها ازاي اللي three عملت لها ايه علشان تبقى twelve عملت لها times مع four امسك one اعمله times مع four one times four equal four يارب بتكون الفكرة وصلت great four طب تعالوا ناخد كمان مثال تاني في كتاب المعاصر مثال اهو بيقول لو انا عندي نفس الريكتانجل اللي فوق اللي باللون الي هو نفس اللي باللون الفيلوت طب هنا قسمت على sixes one sixes واخدت منهم four فاللي بي four ده اللي بي فوق اهو four sixes اخدت كم من اللي تحت التولفز تعالوا نعدهم اخدت one two three four five six seven eight ده انا اخدت eight طب مش عايز اعرفها بين الرسمة انا sixe دي وصلت لي ازاي بي التولف عملت لها طايمز مع two six طايمز two equal twelve نفس الحكاية اخذ الفور اعمل لها طايمز مع two يبقى four طايمز two equal eight two six equal four نقط او four with space التو عملت لها عشان تبقى four عملت لها طايمز مع two two times two equal four امسك six اعمل لها طايمز مع two اللي اعمله فوق اعمله تحت six times two equal twelve طب عايزين اللي جب ده four اعمل لها ايه ما عنديش اب التول اعمل لها ايه علشان تبقى three يا ميس ما فيش حاجة التول اعمل لها طايمز تبقى three صحيح طب ممكن اعمل لها ايه براف عليكم اللي سمعين اللي انا سمعاكم وانتو بتقولوا نعمل لها divided twelve by four twelve by four great four twelve by four او twelve divided by four equal three نفس الحكاية اللي اعملوا تحت اعملوا فوق يبقى four divided by four great four يديني one تاني تعالوا نعملها هنا ولو ما فهمناش نرجع نعملها هنا الفور عملت لها ايه بإيد ايد عملت لها times مع two four times two equal eight امسك three اعمل لها times مع two three times two خلاص اوكي اللي سري يمس ماينفعش اعمل لها times nine مع اي حد صح طب تعالوا مش كلهم equal مش d equal d equal d صح مشانا ينفع اخذ اللي سري اللي هنا اشوف ها بقيت ازاي nine صحيح سري times كم يديني nine سري times three equal nine خلاص زي ما اخذت اللي سري عملت لها times مع السري ادتني nine اخذ four اعمل لها times مع السري واشوف هتديني كم four times three equal twelve يبقى three forces equal six aces equal nine twelfes يارب تكونوا وصلت لكم الفكرة grade four اوك طب يلا بينا ناخد شوية من exercise ده page تعالوا نشوف كده page 14 في كتاب exercise بتاع كتاب المعاصر تعالوا نشوف بيقول اكتب missing denomerator او denomerator اللي عندك هنا بيقول جايب للرسمة ومسهل علي يد دنيا شوية بيقول two thirds two thirds equal six خلاص انا عندي الاول ده انا عملتله divided by three اخدت منه two نفس rectangle عملتله divided المرة by six اخدت منه كام one two three four اخدت منه كام اخدت four طب لما عنديش الرسمة في الامتحان three عملت لا ايه big eight six عملت لا times مع two اعمل times مع two مع two two times two four هنا كمان انا هنا عملت عملت divided by eight اخدت five طب اعمل ايه هنا تحت قسمت على كام one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fifteen fifteen sixteen انا هنا قسمت على sixteen واخدت كام ten اخدت كام grade four اخد ten طب ماشي يا مس ما عنديش الرسمة في الامتحان ال five دي بيدي ازاي ten عملت لا times مع two على طوب من غير تفكير ال eight اعمل لها times مع two ten six ten طب تعالوا نشوف دي يلا نحلها من غير الرسمة المرات five عملت لها ايه علشان تبقى 15 عملت لها times مع three اعمل على طول فوق three times three equal nine تعالوا ناخد مراجعة سريعة من كتاب المعاصر احنا لسه شغالين فيه تعالوا بيقول choose the correct answer هنا عندي seven times eight plus one times five عملنا ايه قلنا jumps نستخدم jumps grouping ما عندش اقواص multiplying and dividing و subtracting and plus او نعمل ايه عند كل plus و كل minus اعمل شرطة وبعد كده seven times eight fifty six plus one times five five اعمل بلص بقى six times plus five equal eleven one carry up one one five equal six يب الانصر بتاع 60 one طب three divided by نقط equal one اكيد three divided three and one equal three over three equal four over four equal five five six equal six six الورن ده اي حاجة وشبهها فوق تحت طب يلا بينا ناخد اللي بعدها بتقول لي اللي بعدها اللي بعدها بتقول لي الرقم او number او fraction 19 four equal not mixed number عندي لها كذا طريقة عندي لها كذا طريقة احلا بلون كدفجن احلا باسهل طريقة اسأل نفسي 19 اقرب حد لها في table four مين اه ده اقرب رقم ل 19 في table four هو مين grade four هو 16 يامس لاني ما عنديش حاجة اقرب لل 19 اقرب لل 19 قبلها في table four ويزيد عندي كام ويزيد عندي three كله ايه divided four كل اللي انا عملته قلت ان 19 دي عبارة عن 16 plus three طب خلاص اوكي 16 divided four انا عرف ها equal four واخد الرقم ده زي ما هو اعمله fraction يببا الانصر عندي ايه four and three forces four and three forces وانا كده حولتها المكسيد نمبر طب يلا بينا هناخد الهول مع الهول three و five eight ناخد الفراكشن مع الفراكشن seven من تحت two two الانصر بتحتي eight and four seven طب بق الدرس بتاعنا النهاردة بيقول لي سارة eight one and one three البنوتة اللي اسمها سارة اكلة كاك one and one three واخوها عادل اكل four and four thirds four thirds sorry of cake same size of the same size من نفس حجم الكاك draw ارسم and color model ارسم يعني one third one third one third وكمان الاستاذ عادل اكل one third من هنا يبقى الاستاذ عادل اكل دا كله علشان يديني one two three وكمان اكل واحدة من دول عشان يبقوا four thirds وده الموضل واللي يفضل اننا ارسمه متساوي طب بيقول لي ايه زين شو هو مور اوف كيك سارة اور عادل مين اللي اكل اكتر سارة اور عادل ايه رأيكو جريد فور هنا طبعا دا كله ايه هي اكلته ايه رأيكو لا دا انت هتقولولي يا مس دا هم اللي اتنين اكلوا اد بعض بالضبط صح صارة هنا اكلت وان وعادل اكل وان صارة هنا اكلت وان ثير وعادل هنا اكل وان ثير يب هم ار ايه ار اكويفلان او اكلوا زي بعض جريد فور وبكده جريد فور نكون خلصنا لسون فور ولسون فايف ان شاء الله المرة جاية نخلص لسون سكس ولسون سيفن علشان نلحق نراجع قبل الامتحان اسبكم في رعايت الله وفضله دمتم دايما بخير دمتم دايما متفوقين جريد فور باي باي مع السلامة